سيمتحان الشيء الثاني أيها الإخوة أن يواطئ الباطن ما تظهر الظاهرة منك يعني أنت تظهر للناس أشياء صحيح لابد أن يواطئ باطنك هذا الظاهر هذه اسمه المصداقية الذاتية المصداقية الذاتية أيهما أخطر وأيهما أولى بالتقديم المصداقية في نظر الناس أو المصداقية الذاتية المصداقية الذاتية أن أعلم بيني وبين نفسي يعني بين وبين الله نفس الشيء يتعادلان أن ظاهري مواطئ لباطني وباطني يواطئ ظاهري يتواطعان أيها الإخوة يتصادقان ولا يتكذبان سأعطيكم الآن أيها الإخوة مئيارا عجيبا جدا ألهمنيه ربي عز وجل خطير جدا ما هو بعض الناس يدعي العفة يزعم نفسي أنه عفيف صحيح مسلكه عفيف لكن هل هو عفيف حتى النخاع لا أستغفر الله هل هو عفيف حتى النوم ما معنى هذا كما قلنا في الدرس الأخير كل الناس في منامهم مجانين كلنا في النوم مجانين في الأحلام نفعل كل ما يعني لنا صحيح الذي يشتهي أكرمكم والله زوجة صديقه يأتيها في المنام في اليخض لا يريد طبعا والحمد لله عنده من الدين ما يزعه عن ذلك ومن الشرف والعفة وربما من الموانع بعض الناس ليس عفيفا لأنه يريد أن يكون عفيفا يستعف أبدا عفيف لأنه لا يقدر انتبهوا مصيبة هذا سيبعث يوم القيامة داعرا ما رأيكم؟ طبعا قال فهما في الإثم سواء وأحد نفسه يفعل مثل فلان مثل خاشقجي نفسه يفعل وكذا ماش نحكي كلمات غير لائقة بالمقام بالمنبر بس مش قادر مش طالع بيده المسكين لكن لو طلع مش حيوفر النبي قال يوم القيامة قال يبعثان سواء فهما في الإثم سواء ما رأيكم؟ هل تقول له هذا دين صعد ليس دين صعد هذا دين له فلسفة خاصة فلسفة الصدقية والمصدقية يا أحبائي فلسفة بارئة من كل زيف وكذب وتزيف فلسفة حقيقية فلسفة ترى أن التدين فراء شخصي نمو ذاتي نضج إنساني هذا هو ديننا لو كنا نفهم حقا